اشتركوا في القناة لسلالات او انواع ماشية اللحم على مستوى العالم ان فيه ماشية زي المناطق الباردة ماشية زي المناطق المعتدلة يعني نشأت في هذه المناطق ثم تحدثنا ايضا على ازاي انما اقدر اوصف حيوان اللحم حيوان اللحم ما تحدثنا عنه ان عبارة عن شكله كشكل برميلي الشكل محمول على اربع قوائم الجبهة عريضة مربعة القوائم قصيرة عشان تقدر تتحمل الجسم الكتلي اللي هو موجود لان في بعض الحيوانات بتصل الى 800 او 900 كيلو وبعض السلالات او بعض الانواع من الحيوانات بتصل الى تن وربع يعني تن 250 كيلو فلازم يكون ذات قوائم صلبة قوائم قصيرة عشان تقدر انها تتحمل الجزء او الشكل الكتلي لحيوان اللحم لان زا ما احنا عارفون مع بعض ان الفرق بين حيوان اللبن وحيوان اللحم ان حيوان اللبن المحصول بتاع حيوان لبن بيكون خارج هذا الحيوان وشكل حيوان اللبن بيكون شكله مسلسي نحيف أما حيوان اللحم بيكون برميلي الشكل أو على شكل مستطيل معنى ذلك أنه البطن بتكون مشمورة بتكون العظمة الدبوسية بتكون مدفونة بيكون الفخز ممتلئ بيه اللحم ثم تحدثنا إزاي أننا أقدر أشتري حيوان اللحم وهو مصادر شراء حيوان اللحم وطرق شراء حيوانات اللحم أيضا تحدثنا مع بعض عن طرق التغذية لحيوان اللحم يعني إزاي أننا أقدر أسمن حيوان اللحم هل حيوان اللحم اللي أنا جايبه حيوان صغير يبقى أنا إذن همدى مدة التسمين إلى 6 شهور أو إن حيوان اللحم متوسط وزنه من 250 كيلو إلى 300 كيلو يبقى مدة التسمين حوالي من 3 إلى 4 شهور أو لو ما عندي حيوان اللحم فيه هذا الوزن بسمن لمدة شهرين وده بستخدمه دايما في حالة الأبقار أو الجموس اللي هو انتهى في مرحلة الإنتاج اللي هي الحيوانات المسنة الحيوانات المسنة ده بيسمينها لمدة شهرين عشان أقدر أحسن من شكل زبيحة هذا الحيوان أيضا تحدثنا عن تقدير العمر في حيوانات اللحم إزاي نقدر أقدر العمر لحيوان اللحم ثم تحدثنا عن إزاي إننا أوزن حيوان اللحم عشان أقدر أشوف الكفاءة الإنتاجية لأن أي حيوان اللحم بصفة عامة عبارة عن صفات شكلية لهذا الحيوان يعني بوصف شكل مورفولوجي لهذا الحيوان ثم بشوف الصفات الإنتاجية لهذا الحيوان إحنا عارفين إن فيه عند الهيرفورد فيه عند السيمينتال فيه عند الإيرشاير فيه عند أنواع كتيرة جدا من أنواع حيوانات اللحم زي الشورتهورم فكل نوع من هذه الحيوانات أو كل سلالة من هذه السلالات بتتميز بصفات شكلية اللي هي صفات مورفولوجية ثم صفات إنتاجية يعني كم كيلو لحم على جسم هذا الحيوان ثم تحدثنا على سرعة النمو بالنسبة له حيوان التسمين إزاي نقدر أقدر سرعة نمو الحيوان التسمين عن طريق عملية الوزن أطرح الفرق من الوزن الأولاني ثم الوزن الثاني هيطلع مثلا وزن العشرين كيلو هو زيادة خلال فتة الوزن اللي هي خلال عشر تيام أو خلال خمستاشر يوم بأس بكمية اللي هي ذاتها هذا الحيوان على عدد الأيام اللي هي نون فبطرع عندي اللي هو سرعة النمو وأقدر سرعة النمو أقول إن الحيوان ده بيزيد حوالي 3 تربع كيلو يعني 750 جرام أو أقول إن الحيوان ده هو بيزيد كيلو معنى ذلك إن كفاءة الإنتاجية عالية ثم تحدثنا عن التغذية إزاي يقدر أغز حيوان اللحم وهي مواصفات العليقة اللي أقدمها لحيوان اللحم ثم تحدثنا أيضا عن إزاي إننا أقدر أكون حيوان اللحم ودخله داخل القطيع عندي أو إننا أشتري هذا الحيوان المهاردة إن شاء الله سوف نتحدث على فيسيولوجيا نمو لحيوان اللحم يعني إيه يعني هنتطرق إلى داخل التكوين الجسماني لحيوان اللحم فعندي فيسيولوجيا نمو بالنسبة لحيوان اللحم طالما تطرقنا قلنا فيسيولوجيا نمو يبقى لازم أعرف أول حاجة عندي اللي هو النمو النمو عبارة عن إيه يعني إيه كلمة نمو كلمة نمو من هذا المنطلق بقول إن الحيوان بيزيد يعني نمو يعني بينمو يعني بيرتفع معدل الوزن بتاع هذا الحيوان يعني كل يوم هذا الحيوان بيزيد قد إيه يبقى النمو عبارة عن إيه تعالوا نشوف مع بعض مراحل النمو عندي في عندي مراحل النمو في أربع مراحل النمو ده اللي إحنا هنعرفه في هذه الحلقة كذلك تعريف النمو هو الزيادة في وزن الحيوان أو حجم الحيوان أو كليهما معه يعني معنى ذلك إيه أنا عندي حيوان في مرحلة بعد مرحلة الرضاعة يعني ببداية مرحلة الفطاب بيكون شكل الجسم بتاع هذا الحيوان إيه هل متماسي بالرأس مع الأرجل مع الكرش مع الأفخاز مع الأضلاع مع التكوين اللي بصفة عامة بنسبة هذا الحيوان هل ما أقدر أنظر لهذا الحيوان أو الحيوان ده هو بيزيد معنى ذلك كل هذه الزيادة بتطلق عليها اسمها كلمة النمو الزيادة في وزن الحجب سواء زيادة في وزن العضلات سواء زيادة في وزن الهيكر العظمي سواء زيادة في الرأس سواء زيادة في الرأس سواء زيادة في ارتفاع جسم هذه الحيوان كل دي بسميها اسمها النمو بالنسبة لحيوان اللحم فتعريف النمو من ناحية العلمية بالنسبة لحيوان اللحم بأنه عملية زيادة ناتجة في عدد الخلايا نتيجة لعمليات الانقصام التي تمر في الانقصامات الخلوية أو الزيادة في حجم الخلايا نتيجة زيادة حجم سيتوبلزم الخلايا أو كلي هما معا. أنا عندي العنم موجودين أنا عندي الرأس موجودة. الرأس بتكبر عندي. عندي الأحشاء بتكبر يبقى الخلايا كلها بتزيد يبقى ما يبص على توتل هذا الحيوان بصفة عامة. أقول آه فيه تماسك بين الرأس مع هيكل الحيوان مع ارتفاع هذا الحيوان مع سن هذا الحيوان لأننا احنا تركنا قبل كده ازاي أقدر العمر بالنسبة ليه حيوان التسمين يبقى ما يجيش عندي حيوان تسمين عمره سنتين. ولا حيوان التسمين لا لا إيه فاضي. لا لا إيه خفيف. لا إيه ارتفاعه ضعيف. لا لازم يكون شكل هذا الحيوان كشكله في النهاية حيوان تسمين. فما عندي في مراحل النمو بالنسبة لهذا الحيوان. مراحل النمو بالنسبة لهذا الحيوان. الحيوان بيمر بمرحلة ما قبل الولادة اللي هي المرحلة الجنينية. ايه اللي بيحصل هي لأثناء عملية الحمل او الاخصاب موجود بعد عملية الاخصاب بيحصل عملية ازدياد لحجم الخلايا اللي هي موجودة بعد عملية الولادة دماج الحيوان المنوي مع البوايدة دي المرحلة الاول. المرحلة التامية اللي هي مرحلة ما بعد الولادة. مرحلة ما بعد الولادة اللي هي الفترة بين الولادة وحتى ما قبل عملية الشيخوخة يعني قبل انتهاء حياة الحيوان الانتاجية من عملية التسمين الفترة دي كلها بسميها مرحلة ما بعد الولادة من بعد ولادة هذا الحيوان الى مرحلة الشيخوخة بسميها مرحلة ما بعد الولادة طيب مرحلة ما بعد الولادة بتمر بمجموعة من المراحل او بتمر باربع مراحل لهذا الحيوان المرحلة الاولى اسمها مرحلة السبات يعني ايه مرحلة السبات هذه المرحلة بتعقب الولادة مباشرة وتمتد الى ما بعد الفطام ويكون فيها معدلات النمو بطيئة نتيجا لاختلاف الظروف البيئية ونوعية الغذاء التي تقدم لهذا الحيوان سواء كنت هغز هذا الحيوان على اللبن او هغز هذا الحيوان على العلائق اللي هي موجودة في بداية عملية الفطام لهذا الحيوان المرحلة دي بقول عليها مرحلة السبات والمراحل بزفة عامة بيمر بأربع مراحل زي ما احنا شايفين في المرحلة النمو اللي هو موجود عندي مرحلة اولى ثم مرحلة ثانية ثم مرحلة ثالثة ثم المرحلة الرابعة المرحلة الزيادة الاسية مرحلة الزيادة الاسية بيكون معدل نمو الجسم بيزداد بدرجة كبير بتفوق اي مرحلة من مراحل النمو الاخرى في مرحلة الزيادة الاسية الحيوان في عندي فيه اطراب لعملية الزيادة يعني فيه ارتفاع لعملية الزيادة فيه مرحلة تانية بيكون موجودة اسمها مرحلة الزيادة المتناقصة اللي هو بيبدأ معدل الزيادة اليومية في الوزن يبدأ في عملية التناقص مقارنة بالمرحلة الأسية المرحلة الأسية بتلاحظ أن الحيوان بيرتفع مباشرة جدا 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 في معدل الزيادة لكن المرحلة المتناقصة ما بيزيدش زي المرحلة اللي هي الأسية لكن في مرحلة أخرى اللي هي في النهاية عملية التسمين وهي مرحلة الشيخوخة مرحلة الشيخوخة بيتوقف النمو تلقائيا وبيصبح معدل الهدم أكبر من معدل البناء بمعنى إيه الكلام ده أنا مهاردة ديت لهذا الحوام في مرحلة الشيخوخة 10 كيلو علف اللي كنت بديه أم له في مرحلة الزيادة الأسية اللي كان بيزيد فيها باستمرار كل يوم بيزيد كيلو لحم عشان ما جاوز لهذا الحوام ألاقي في آخر الشهر في آخر المدة التسمين ألاقي الحيوان زاد 100 كيلو أو زاد 150 كيلو المرحلة اسمها مرحلة الزيادة الأسية لكن مرحلة الشيخوخة بيصبح معدل الهدم بالنسبة للحيوان يعني تحويل الغذاء بالنسبة للحيوان بيكون أقل أو بيكون منعدم تماما في مرحلة الشيخوخة الحيوان بيتغزى عشان يحافظ على ثبات الوزن بتاعه وليس على زيادة معدل نمو هذا الحيوان ودي بلاحظها إمتى؟ في مرحلة الشيخوخة عشان نيجي يقولك في مرحلة الشيخوخة بيصبح معدل النمو بزدياد أو بيكون في التماكس لأ مرحلة الشيخوخة بيكون معدل الهدم أعلى من معدل البناء كلمة معدل البناء اللي هي معدل النمو بالنسبة لهذا الحيوان أنا عندي الحيوان كل يوم بيدي له 1 Joey 10 كيلو النهاردة زاد كام زاد كيلو دي مرحلة الزيادة الأسية طيب إن ما يخش في مرحلة اللي هي مرحلة الشيخوخة بعطي هذا الحيوان كان الحيوان وزنه 500 كيلو في مرحلة الشيخوخة بتدله كمية العشرة كيلو ما بيزدش عن الربعمائة كيلو هو بيحافظ على جسمه لكن بينزل في هذا الحيوان أي بيصبح معدل هدن بالنسبة لهذا الحيوان أسرع من معدل البناء لأنه وصل لمهاية العمر اللي هو مهاية مرحلة التسمين ودي بيلاحظها بعد ثلاثين ونصف أو بعد ثلاث سنين لكن في مرحلة البناء أو مرحلة الزيادة الأسية بيلاقي الحيوان بيزداد باستمرار في هذه المرحلة عن أي مرحلة أخرى في عندي حاجة تانية اللي هي من خلالها أقدر أقدر سرعة نمو لهذا الحيوان يعني إيه إنما أقدر أقدر سرعة نمو لهذا الحيوان بتتلخص هذه الطريقة في طريقتين اللي هي حساب الزيادة المطلقة في وحدة الوزن اللي هو النمو المطلق وحساب مقدار الفرق في وزن الحيوان في خلال فترتين زمنيتين متتاليتين يعني ايه في خلال فترتين زمنيتين متتاليتين النهاردة وزنت الحيوان جبت الحيوان عندي حوالي وزنه مثلا 200 كيلو جرام بعد عشر تيام طلع هذا الحيوان وزنه 220 كيلو جرام فبطرح الوزن الاول ناقص الوزن التاني او العكس بقول واثنين اللي هو الوزن التاني ناقص الوزن الاول بيعتيني 20 كيلو إن فيه عندي 200 لـ 220 كيلو خلال 10 تيام بقسم معدل الزيادة اللي هو زادها في خلال 10 تيام على عدد الليام اللي أنا أصلا الفرق بين الوزنين اللي هي نون إذن نون اللي هي الفترة الزمنية بين الوزن الأولاني ثم الوزن الثاني وبقسم هذه الكمية على عدد الليام سواء كان النظام المزرعي 10 تيام أو النظام المزرعي حوالي 15 يوم فبيعطيني معدل الزيادة اليومية بالنسبة لهذا الحيوان عشان كده بقولي أنا فيه عندي أربع مراحل مرحلة السبات مرحلة الزيادة الأسية مرحلة الزيادة المتمقصة مرحلة اللي هي مرحلة الشيخوخة بقولي أن مرحلة الشيخوخة بالنسبة لهذا الحيوان بيصبح معدل الهدم بيكون أعلى من معدل البناء طبعا أنا أعرف الكلام ده إزاي عن طريق عملية الوزن ومن خلال عملية الوزن بالنسبة لحيوان التسمين بقدر أنجح في عملية التسمين أو بقدر أن أقول أن الحيوان ده هو غير مقضي داخل المزرعة وبيتم التخلص من هذا الحيوان كذلك فيه عندي اي تان وواحد بتمثل إيه وواحد بتمثل وزن البداية يعني وزن البداية اللي هو قلت لك 200 كيلو مثلا جراب طب واو اتنين بتمثل وزن النهاية طب نون نون اللي هي الفترة الزمنية بالوزن البداية ثم وزن النهاية خلال الفترة الزمنية اللي ما هوزن فيها هذا الحيوان أنا بوزن في حيوان التسمين كل 10 يام أو كل 15 يوم عشان أقدر أطلع الوزن الزيادة اليومية وأقدر أحسب سرعة نمو هذا الحيوان لأن دي هيتوقف عليها معدلات التغذية لو لقيت عند الحيوان كل يوم فيه الزيادة باستمرار يبقى برفع معدل العليقة اللي هي موجودة عندي عشان كده الحيوان كفاءة الانتجاء بتزيد الحيوان بيستجيب للغذاء اللي هو موجود وبحسن في جودة غذاء لحد ما الحيوان يقول لي أنا كده خلاص وقفت عندي مرحلة الهدم فاللي هي مرحلة الشيخوخة لأن مرحلة الهدم بيكون فيها معدل البناء أقل أو منعدم تماما نهائية طرية الزيادة المطلقة اللي هي وو اتنين مقص وو واحد على نون حساب الزيادة النسبية بتمثل الزيادة المطلقة على وزن البداية وبدرب في مية عشان أقدر أحسب الزيادة النسبية بالنسبة لهذا الحيوان طب لو هو طرح لي مثال أو لو جه المثال اللي ساعدتك وانت موجود في قلب بوسط اللي امتحان كده وقال لك احسب معدل الزيادة لعجل بقري وزنه 300 كيلو جرام كان عجل بقري موجود في البداية وزنه 300 كيلو جرام واصبح كلمة واصبح يعني الوزن الثاني يبقى الوزن الأولاني اللي هو 300 كيلو جرام واصبح خلال الفترة الزمنية وزنه 315 كيلو جرام بعد كم يوم بعد عشر تيام فبقوله ان معدل الزيادة اليومي بتساوي واو اتنين تمام برافع عليك نقص واو واحد على نور بتساوي ايه واو اتنين اللي هي ايه اللي هو الوزن الثاني اللي هو 315 نقص 300 كيلو جرام على عشر تيام اللي هي الفترة الزمنية فبساوي 15 على عشر تيام اذا معنى هذا ان الحيوان بيزيد عندي بمعدل زيادة يومية حوالي واحد ونص كيلو جرام ان كان انا اتركت لحضلك في عملية التغذية وبقولك ان انا بعطي للحيوان حوالي من واحد الى اتنين في المية من وزنه عليها انتاجية ثم بدي له عليها حافظة لهذا الحيوان اللي عليها الحافظة بتمثل من اتنين لتهادة في المية او من اتنين لاربعة في المية اللي هي العلاق اللي هيقدر يحافظ على جسمه هذا الحيوان اللي هي من خلالها ان הוא يحافظ على معدل السابة لهذا الحيوان طب اما عايز ارفع الكفاءة الانتاجية هرفع الكفاءة الانتاجية اننا بدي له عليها كمية العالية بس حسب وزن هذا الحيوان من خلال هذا المثال ايح ضربناه فبنقدر نقول ان معدل الوزن بيزيد هذا الحيوان 1.5 كيلو جرام خلال اليوم معنى ذلك برفع الكفاءة الانتاجية لهذا الحيوان وفي نفس الوقت اننا بزود كمية العليء اللي انا بقدمها لهذا الحيوان لحد ما اصل الى معدل اللي هو الهدم اللي هي في مرحلة الشيخوخة معنى ذلك في مرحلة الهدم ومرحلة الشيخوخة بتدي له كمية من الغذاء لقيت الحيوان مش هيستجيب لكمية الغذاء مش هيستجيب لسرعة النمو يبقى أنا بتخلص من هذا الحيوان عشان أنجح في النهاية في عملية التسمين يبقى أنا بسمن الحيوان لحد فترة زمنية محددة من خلال ذلك أقدر أحكم على كفاءة الإنتاجية لهذا الحيوان وأقول الحيوان ده بيستجيب لعملية الغذاء بيستجيب لموعية الأكل إن كان أغير الأكل أرفع نسبة البروتين أقلل نسبة الطاقة إلى أخيره من هذه الكميات بحسبها على أساس معدل وزن هذا الحيوان كذلك في إيه تاني حساب الزيادة النسبية الزيادة النسبية بتقدر بالنسبة مقاوية للزيادة في فترة زمنية معينة اللي هو بعرفه بالنمو النسبي أو زيادة النسبية بحسبها إزاي إذا بقولت لك قبل كده الزيادة المطلقة على وزن البداية واضرب في مية عشان أحصل على الزيادة النسبية لهذا الحيوان لو هجأ عيد معك يا حضرتك الكلام تاني أو هشيغ مع حضرتك الكلام تاني هقول إن النمو عبارة عن زيادة في وزن جسم الحيوان الزيادة دي بتصحبها زواهر طبيعية أخرى هذه الزواهر بيحدث تغيير في شكل هذا الحيوان إن الحيوان بيزيد عندي أنا قلت لك فيه حيوان بيزيد لإن بيحصل انقسامات لعدل خلال هي موجود في مرحلة النمو الجنيني في مرحلة ما بعد الولادة بيحصل ارتفاع في جسم هذا الحيوان بيحصل ارتفاع في القواعد بالنسبة لهذا الحيوان بيتغير صورة شكلية بالنسبة لهذا الحيوان في ازدياب باستمرار نتيجة لعملية النمو اللي هو كان موجود عندي فكلما كان النشاط الفيسيولوجي لهذا الحيوان أكفأ كان معدل نمو الحيوان أسرع نتيجة لزياد عاد وحجم الخلايا اللي هو موجود عند هذا الحيوان لكن هناك عوامل بتؤثر على نمو هذا الحيوان يعني ايه في مجموعة من العوامل بتؤثر على نمو هذا الحيوان في عندي العوامل الوراثية وفي عندي حجم الأم دول عاملين العوامل الوراثية نمو الجسم في حيوانات اللحم أسرع منه في ماشية اللبن حيوان اللحم بصفة عامة معدل النمو بتاعه بيكون سريع عشان كده بنقول أن الزكور أسقل وزنا من الإناش اللي هي موجودة عندي إذن هنا كده حيوان التشمين بيكون معدل النمو بتاعه مرتفع عن حيوانات اللبن الأخرى إذن في عامل تاني اللي هو حجم الأم كلما كان حجم الأم له تأثير فعال على حجم المولود معنى ايه الكلام ده لو أنا هجيب حيوان تشمين من أم ناتجة من البطن الأولى يعني حيوان تشمين ناتج من الأم في مرحلة اللي هي أول ولادة لها في الفترة الأولى معنى ذلك ايه أنا عندي في الموسم الأول بيكون حجم الأم ضعيف يعني حجم الرحم ضعيف حجم الجسم بتاع الأم بيكون ضعيف لأنه لسه بكرية فبالتالي المولود اللي هو هكون موجود عندي هيكون مولود صغير في معنى ذلك إنه هيأثر على الكفاءة الانتاجية ويؤثر على معدل نمو لهذا الحيوان بخلاف لو أنا جبت حيوان لحم من أم من البطن الثانية أو البطن الثالثة معنى ذلك إن البطن الثالثة بيكون هذا الحيوان أسكل في الوزن معدل نمو بيكون أعلى من البطن الثانية ومعدل نمو البطن الثانية بيكون أعلى من معدل نمو البطن الأولى بالنسبة لهذا الحيوان معنى ذلك كلما كان حجم الأم كبير كلما تحصل على مولود أعلى في الكفاءة الانتاجية وأعلى في مراحل النمو المختلفة بالنسبة لهذا الحيوات هنا حجم الأم له تأثير على معدل النمو لهذا الحيوات زي عندنا في الطيور اللي هي الطيور الداجينة بصفة عامة بنلاحظ أن الدجاج المنتج له البيض بنقول عليه دجاج في أول الموسم يعني دجاج بشاير فلتلاقي البيضة صغيرة بعد ما يعدي أسبوعين ثلاثة من عملية التغذية وعملية الرعاية بتلاقي حجم البيضة بيزيد نفس هذا النظام مع حيوان التسمين العجول الناتجة من الحيوانات اللي هي في البطن الثالثة أو البطن الثانية بتكون أكبر وأسكل في الوزن ويكون معدل النمو ويكون أعلى من العجول الناتجة من الحيوانات اللي هي نتجة من أول مرة أو من أول إخصاب أو من أول بطن بالنسبة لهذا الحيوان في عندي جنس هذا الحيوان يعني إيه جنس هذا الحيوان أنا اتركت مع حضرتك قلت لك أن الزكور بتكون معدل الوزن بتاعها أسرع ومعدل النمو بيكون أزيد عن وحجمها بيكون أسقل عن معدل النمو بالنسبة للناس في عمر اكتمال النطج الجنسي في عندي عامل آخر برضو اللي هو التغذية كميات الغذاء المستهلكة بتحدد معدلات النمو يعني ايه كميات التغذية المستهلكة أنا في عندي حيوان التسمين بغذي على نسبة عالية من البروتين مثلا حوالي 14% وأقال لنسبة في مرحلة اللي هي المحلطة الشخوخة بغذي بنسبة بروتين 11% ليه ب11% لأن معدل الهدمي هنا بيكون أسرع من معدل البناء لكن أنا عايز أعدي معدل البناء أو أزود معدل البناء فبغذي حيوان التسمين على نسبة بروتين بتكون 14% إذن كده هنا تأثير التغذية أو تأثير الأكل أو تأثير إحتاجات الغذائية بالنسبة لحيوان بيؤثر على معدل النمو المختلفة خلال مراحل النمو بالنسبة لهذا الحيوان كذلك في عندي الهرمونات الهرمونات طبعا عارفين الهرمونات دي بتفرز من الغدة النخامية اللي هي موجودة في الرأس بالنسبة لهذا الحيوان كلما كان النشاط الغدة النخامية أسرع كلما زادت الكفاءة الانتاجية لهذا الحيوان وبيكون معدل النمو أسرع بالنسبة لهذا الحيوان كذلك فصل الولادة يعني إيه فصل الولادة فصل الولادة بالنسبة له حيوان هنتطرق لحيوان اللبن في اللحظة عشان خطر نقول لك إزاي يعني إيه فصل الولادة نفترض أن العجول الناتجة في مرحلة فصل الشتاء بتكون هذه العجول بتكون أسرع في معدل النمو ليه؟ لأن كمية الغذاء اللي بتناولها الأم في مرحلة الرضاعة من العلائق الخضراء بتكون كتيرة فبيزيد محصول اللبن فبيزيد كمية اللبن اللي هي تقدر تكفي احتياجات هذا المولود لما حدخله بعد ذلك في مرحلة التسمية عن الحيوانات التي تلت فيه خلال فصل الشتاء بتكون المحصول العلف الأخضر بيكون جاف لكل الغذاء الموجودة عندي من أش الأرز أو من مخلفات المزرعة بعكس فصل الشتاء فبالتالي بيقل كمية اللبن بالتالي بتقل كمية اللبن التي يحصل عليها هذا النتاج إذا فصل السنة هنا بيؤثر على معدل نمو لحيوان التسمية كذلك في إيه عندي تاني؟ بلاحظ أن الأمراض الحيوان عندما يصب الأمراض في مرحلة البداية بالنسبة للأمراض فبيؤثر بعد ذلك في عملية النمو قبل مرحلة الشخوخة وبيؤثر ذلك خلال مرحلة التسمية الحيوان الأصب مثلا حمى القلعية أو يصب أي نوع من أنواع الأمراض الموجودة أصيب لهذا الحيوان بمرض السلسطياب أو أي أنواع من الأمراض الموجودة بالتالي بيؤثر على مرحلة النمو عشان كده بنقول أن بعمل عملية وزن لهذا الحيوان وبقدر معدل الوزن لهذا الحيوان وأعرف أن أدت كمية عالة في النهاردة أو كمية أكل النهاردة بعد عشر تيام بلاقي الحيوان ما بيزيدش هل الحيوان ده أصيب بأمراض؟ هل الحيوان ده حصل له إيه في داخل التركيبة الورصية هذا الحيوان؟ هل الحيوان ده هو تركيبة الورصية مختلفة؟ هل اللي اشتريت هذا الحيوان خطأ؟ يبقى لازم أشوف السبل اللي هو موجود اللي هو بيأثر على معدل النمو بالنسبة لهذا الحيوان وخصوصا الإصابة بالأمراض داخل قطعان حيوانات التسمين بتؤثر بصفة بستمرة على معدل النمو ومعدل الزيادة لأنه اللي بيسمى الحيوان اللحم عشان أحصل على كمية عالية من إنتاج اللحو لأن محصول حيوان اللحم بيكون محصول داخلي بعكس الأبكار اللي هي الأجنبية أو الأبكار المنتجة لإنتاج اللبن بيكون محصول اللبن بيكون خارجي إذن هنا الإصابة بالأمراض بتؤثر على معدل النمو بالنسبة لهذا الحيوان حجم الأم احنا تركنا لحجم الأم احنا بقلنا أن حجم الأم العجول الناتجة من البطن الثالثة بتكون أسكل في الوازن ومعدل أنه أسرع من العجول الناتجة من البطن الثانية أو من البطن الأولى عند عملية الولاد فوجد أن العجول زي ما بقولك أن العجول الناتجة من أول بطن في الأبكار بتكون أصغر حجما من العجول الناتجة من البطن الثانية عن العجول الناتجة من البطن الثالثة وهذا راجع إلى نمو جسم الأم بيزداد نمو جسم الأم بيزداد معدل الجهاز التناسلي وخاصة الرحم اللي هو موجود في داخل الأم فبالتالي بحصل على مولود عالي أو كفاءة الانتاجية عالية أو معدل النمو عالي في النهاية بصل إلى برحلة التسمين بمعدلات نمو عالية في نهاية عملية التسمين الإصابة والأمراض من ضمن الحاجات الخطيرة جدا في عجول التسمين أو في حالة التسمين لو أصيب هذا الحيوان بأي نوع من أنواع الأمراض فيؤثر على معدل النمو بصفة عام حتى لو هذا الحيوان شوفي في خلال مرحلة التسمين لأننا عندي دورة التسمين ساعات دورة التسمين ست شهور ممكن دورة التسمين تلت شهور ممكن دورة التسمين بتكون شهرية بيرجع الاختلاف ده إلى إيه إلى العجول اللي هي داخلة عندي في مرحلة التسمين من حيث الوزن لهذه العجول ممكن أمد مرحلة التسمين إلى سنة فبالتالي بجيب عجول صغيرة في الحجم عشان تقدر تحصل على كفاتها من الغذائية من البلسيم خلال فصل الشتاء وبسمن هذه العجول في نهاية فصل الشتاء وقبل دخول فصل الصيف خصوصا في المواسم وفي الأعياد عشان أطرح كمية اللحم اللي هي موجودة عندي في السوق علاقة التسمين هل النمو له علاقة بعملية التسمين نقول الكلام ده إزاي الساعد في بعض الأحيان قد يصاحب عملية النمو عملية تسمين يعني عملية ترسيب الأنسجة الدهنية أو الدهون على جسم الحيوان في بداية مرحلة النمو بالنسبة لهذا الحيوان ودي خصوصا بلاحظها في العجول والعجلات اللي هي صغيرة السن في مرحلة الرضاعة ساعد بتلاقي العجل بيشرب اللبن أو بيرضع اللبن فبالتالي بتلاقي جسمه بيرتفع معدل نموه بسرعة بتلاقي مفيش عظم على جسم هذا الحيوان الهيكل التكويني لهذا الحيوان بتلاقيه إنه مكتمل مفيش عظام بارزة معنى ذلك ساعد بيصاحب عملية النمو وعملية التسمين لكن بمجرد عملية الفطام بالنسبة لهذا الحيوان بيبدأ الحيوان أنه بيخس أو بينخفض فيه الكفاءة الانتاجية لأنه بيتغير من عنوء عليك إلى عليك أقرأ وبالتالي في المرحلة دي بزدات لازم أقدم نوع من العليقة اسمه عالف البادئ نسبة البروتين فيه بتكون 18% عشان أقدر أعوض لبن الأم اللي هو موجود عشان أقدر أعوض نسبة البروتين الموجودة في اللبن أعوضها إزاي إننا بغزي على علائك من البادئ مرتفعة في نسبة البروتين عشان أقدر أحافظ على معدل نمو لهذه الحيوانات خلال مرحلة التسمين حتى بعد عملية الفطام يفضل أن يصاحب النمو التسمين أي ترسيب الدهن على عمره مبكر بالنسبة لهذا الحيوان زي ما إحنا هشايفين مع بعض في منحن النمو بالنسبة للحيوان من الميلاد أو من أول الولادة حتى مرحلة النتج الجنسي لهذا الحيوان وبصل لمرحلة التسمين قبل بلوغ الحيوان إلى مرحلة النتج الجنسي أو قبل وصول هذا الحيوان إلى مرحلة النتج الجنسي لأن لو الحيوان وصل بي إلى مرحلة النتج الجنسي معنى ذلك الحيوان هتقل كفاة الإنتاجية لأن بيحصل تغيرات في النشاط الجنسي بالنسبة لهذا الحيوان وبالتالي بيؤثر على معدل النمو بالنسبة لهذه الحيوانات لو جيه ضرب مثل تاني وبأكد عليه لان تترك لك في هذا الابتحان مثل المثل يقول لك احسب الزيادة اليومية زي ما احنا قلنا 300 كيلو في بداية عملية الوزن واصبح 315 كيلو بعد 10 تيام فالزيادة هنا هتكون حوالي 15 كيلو على الفترة الزمنية اللي هي 10 تيام بالتالي بيكون معدل الزيادة حوالي 1.5 كيلو جرام بالنسبة لهذا الحيوان بننتقل الى نقطة اخرى اللي هي مرحلة التسمين انا كنت في مرحلة النمو مرحلة النمو هو عبارة عن زيادة في وزن العدلات والهيكل العزم بالنسبة لهذا الحيوان الحيوان كل يوم بيرتفع كل يوم بيزيد الشكل العام بالنسبة لحيوان بيزيد طبعا انا عايز اكون اللي قلت في البداية او في بداية شرحنا في هذه المادة قلنا ان الحيوان عبارة عن كوتالي الشكل يعني بربيلي الشكل ما فيش اي نوع من العظام موجودة بارزة معنى ذلك ان هو الحيوان مسمن يعني دخل في مرحلة التسمين بعد مرحلة النمو فمعنى ذلك ان التسمين عبارة عن ترسيب الانسجة الدهنية في جسم الحيوان كما يكسب بالتسمين ايضا اننا بجهز هذا الحيوان لعملية الدبح يعني بحسن من صفات الدبيحة او من خواص الدبيحة او بحسن من قطعة اللحم الناتجة بعد عملية الزبح بحسنها ازاي عن طريق عملية التسمين اللي هي موجودة اللي هي بتصاحب ايضا عملية النمو بالنسبة لهذا الحيوان لكن هنشوف الفرق بين النمو والتسمين النمو زيادة فيه نمو والعضلات والهيكل العظم لكن التسمين عبارة عن تسيب الدهن في اجزاء الجسم بالنسبة لهذا الحيوان وقلنا من فترة في بعض الاحيان قد يصاحب عملية التسمين عملية النمو ايضا عملية التسمين في بعض الحيوانات وفي البعض الاخر لا يحصل تسمين الا بعد بلوغ تماما نتج الجنسي ودي بلاقيها في بعض انواع معينة من الحيوانات لكن هو ساعد بيصاحب زي ما اطلق في بداية عملية الرضاعة او في نهاية عملية الرضاعة لان المولوب بيحصل على لبن صافي الدسم من الام فبالتالي بتلاقيش هيكل عظم بالنسبة لهذا الحيوان بتلاقي جسمه كتلي لهذا الحيوان معنى ذلك انه ساعد بيصاحب عملية النمو عملية تسمين لهذا الحيوان والحق الكلام ده ازاي بابدأ اغزي بيعليكة اسمع عليكة البادئ نسبة البرتون بيكون حوالي 18% يكسب بالنمو تكوين الهيكل العظمي وعضلات اللحم بالنسبة للحيوان في خلال المراحل العمرية بالنسبة لهذا الحيوان احنا قلنا في عندي اربع مراحل في مرحلة السبات في مرحلة الزيادة القصية في مرحلة الزيادة المتنقصة في مرحلة الشيخوخة اللي هي بيصبح معدل الهدن اعلى من معدل البناء بان ما يكسب بالتسبير انه بدفع هذا الحيوان الى زيادة في عملية الوزن يعني ايه يعني انا برصة بانسجة الدهنية على جسم هذا الحيوان بين الياف اللحم بمعدل اكبر عن المعدل العادي الى ان يسمح هذا الحيوان او تركيبة هذا الحيوان بعملية التسمين اللي هي في نهاية عملية التسمين لقبل وصول الحيوان الى مرحلة الشيخوخة طيب فيه انا اقتردت ليك قلتلك ان فيه عندي ترسيب الانسجة الدهنية معنى ذلك ان التسمين عبارة عن ترسيب الانسجة الدهنية على جسم هذا الحيوان لكن فيه اماكن يترصب فيها الدهن في جسم هذا الحيوان بيترصب الدهن فيه اجزاء الجسم مختلفة منها الدهن السطحي الدهن السطحي بلاحظ ان الدهن السطحي تحت جلد زبيحة هذا الحيوان بعد عملية الزبح وعند اجراء عملية السلخة بالنسبة لهذا الحيوان بلاحظ أن الزبيحة فعلى طبقة من الدهن إذن ده مكان لترسيب الدهن على جسم هذا الحيوان ودي أيضا من خواص الزبيحة اللي هي جيدة اتنين الغشاء البريطوني اللي هو دهن المندين ده مكان أيضا لتكوين الدهن داخل جسم هذا الحيوان أو داخل زبيحة هذا الحيوان لمن أنا أتكلم على فيسيولوجيا النمو يعني داخل تركيب جسم هذا الحيوان في أيضا عندي دهن المصريقة اللي هو الدهن البطني وده بتلاقيه ملتف حولنا الأمعاء ده أيضا نوع من أنواع الدهون اللي هي موجودة في داخل جسم هذا الحيوان أو أماكن وجودها في دهن في جسم هذا الحيوان في عندي دهن الحلويات دهن الحلويات بتلاقيه برجود في الغدد الموجودة حول الرقبة والقصبة الهوائية والبنكريات بسميه دهن الحلويات في عندي نوع آخر من الدهن واسمه دهن حول الكليتين إما تيجي ساعتك أنت تجو في الزبيحة وتخرج اللي هو الكليتين الموجودين في يمين ويسار الزبيحة بتلاحظ أن الكليتين كل كلية عليها طبقة من الدهن دي برضو من ضمن أماكن ترسيب الدهن على جسم هذا الحيوان في عندي دهن بين العضلات في عندي أيضا دهن بين الأليار دهن بين الألياف بلاحظوا في الدهن المرماري معنى ذلك يعني إيه الدهن المرماري زي ما انت شايف مع بعض في الصورة كده بين ألياف اللحم اللي هي موجودة لأن احنا ما قلنا اللحم عبارة عن مجموعة من الألياف العضلية هذه الألياف بتكون عصيرية معنى كلمة عصيرية يتخللها الدهن اللي هو موجود في بسميه الدهن المرماري والدهن المرمني بيعطي طراوة لقطع اللحم وبيعطي رائحة مكبولة بالنسبة للمستهلك عند تزوقه لقطع اللحم اللي هي موجود تبدا لو انا جيت في النهاية بعد عملية النمو وبعد عملية التسمين ممكن ساعتك تقدر توصف حيوان التسمين بصفة عامة حيوان التسمين بلاقيه حيوان عريض عميق مندمج كتل الشكل ممتلئ باللحم واسع الأرباع الخلفية وخط الظهر وخط البطن بلاقيه متوازيان كمت الكتف بتلاقيها مرتفعة ومستديرة وايضا الرقبة بتلاقيها ممتلئة بقطع من اللحم يعني معنى ذلك انه بقول ان حيوان اللحم كتلي الشكل برميلي الشكل على شكل متوازي مستطيلات زي ما احنا شايفين مع بعض في الصورة وده حيوان تم تسمينه في نهاية عملية التسمين بلاحظ ان خط الظهر وخط البطن بلاقيه متوازيات وشكله على شكل مستطيل بقول عليه حيوان برميل معنى ذلك ان الرقبة قصيرة الرأس مربعة الأفخاز ممتلئة باللحم ملفوفة العظام الدبوسية اللي هي موجودة فوق أعلى منطية اللي هي الأفخاز غير واضحة نظرة اللي امتلاقها به قطع اللحم اللي هي موجود محمول على الأربع قوائم معنى ذلك ان مجنزل لهذا الحيوان من حيث قبل مباحه اقول ده هذا حيوان تسمين معنى ذلك ان فيه قطع لحم منتجة جيدة بالنسبة للمستهل عظام المؤخرة متفولة زي ما قلتلك المسافة بين الأرجل الخلفية واسعة عضلة الفخز والإليا بتكون ممتلئة مستهديرة وده ما ما يعبر عنه بالتفاف الفخز المؤخرة عريضة والعظام غير ظاهرة ما فيش أي نوع من أنواع العظام غير ظاهرة بالنسبة لهذا الحيوان لا فيه منطقة الكدف ولا منطقة الضلوع ولا منطقة الأفخاز اللي هي الحر الكفتين اللي هم الخارجين اللي هو أعلى منطقة الفخز دي العظام بتكون مدفونة معنى ذلك أن هذا الحيوان حيوان تسمين وبه كمية عالية من إنتاج اللحوم وفي نفس الوقت هيقدر يشاف معايا قطع لحم جيدة لكن هناك طرق للتسمين يعني ايه طرق التسمين بالنسبة للحيوانات في عندي تلت طرق لتسمين الحيوانات الطريقة الأولى التسمين على البرسيم شتاءا لو أنا هسمن حيوان التسمين على برسيم شتاءا معنى ذلك أن أنا هجيب الحيوان ده صغير ولا هجيب الحيوان ده كبير هجيب الحيوان ده وزنه صغير أو قليل ولا هجيب الحيوان معدل وزنه كبير لا هجيب حيوان صغير لو هسمن على موسم البرسيم موسم البرسيم بيمتدى عندي حوالي 6 شهور أو 8 شهور يبقى هجيب حيوانات وتعدل الوزن بتاعها من 150 كيلو إلى 200 كيلو لما هيحصل على غزاءه خلال موسم البرسيم وقبل نهاية عملية التسمين لهذا الحيوان بعطيه العليقة اللي هي المالقة سواء كانت عليها انتاجية أو عليها حافظة أو عليها مركزة برفع من معدل النمو وبرفع من برأس بالدهن على جسم هذا الحيوان في مرحلة التسمين على البرسيم شتاء طيب لو في مرحلة عندي تانية اللي هي التسمين على البرسيم شتاءا وعليقة جافة صيفة أنا جيت في منتصف البرسيم وهيقدر أسمن حيوان التسمين حسب ما يتاع عندي داخل المزرعة أو حسب الكفاءة الانتاجية أو القدرة المالية عندي فبجيب حيوان متعدل وزنها 300 كيلو أو ممكن من 250 إلى 300 كيلو فترة التسمين بتكون ضعيفة زائد أن أنا بدخله في فترة الصيف بديله عليه أجافة صيفا مقدر شهرين يعني بسمن هذا الحيوان مدته أربع شهور في التسمين على علاء الجافة فقط إما جسم من هذا الحيوان على علاء الجافة فقط معنى ذلك أن الحيوان ده هو سريع في النمو حيوان كبير وزنه 300 كيلو هسمنه إلى مدة شهرين 2 أو 3 شهور عشان أحسن من شكل هذا الحيوان وأقدر أحسن من خواص الزبيحة بعد ذلك في إنتاج اللحظة التسمين على البرسيم شتاء بيصلح على البرسيم عجول معدل الوزن زي ما قلت لك من 150 كيلو أو من 100 إلى 150 كيلو بتكون معدلات نموها حوالي 600 جرام في اليوم لأن أنا بغزف اللحظة دي على برسيم ما دفعتش لسه العلائق المركزة أو العلائق اللي هي الإنتاجية عشان تقدر ترفع لمعدل النمو أو تخش في مرحلة التسمين فبخصص فدان برسيم فدان برسيم بيدينا أربع حشات لمدة ست شهور من شهر ديسمبر يعني شهر 12 إلى شهر خمسة هذه الكمية بيطاكفي إلى خمس عجول فدان برسيم ده بيكفي إلى خمس عجول بدل عجل مثلا حوالي 30 أو 40 كيلو جرام في البرسيم ولكن هنا بقول التغزية حتى الشبع بالنسبة لحيوان التسمين لأن الحيوان مش هيقدر يأكل أكتر من طقته اللي هي الغذائي فبالتالي بدل كمية الغذاء لهذا الحيوان أو إنما بجيب للحيوان ده في فترة الشتاء بعد وش البرسيم الأول لأن وش البرسيم الأولاني أو كمية المحصول من البرسيم في الوش الأول بتكون مرتفعة في نسبة المياه لا تصلح لعملية التسمين لكن إمدى؟ بجيب في الوش الثاني من البرسيم أو الوش الثالث بتقل كمية المياه للبرسيم وفي نفس الوقت بيزيد معدل البروتين بالنسبة للبرسيم وبالتالي تصلح لعملية التسمين خلال فصل الشتاء في عندي نوع تاني من التسمين زي ما احنا قسمناها اللي هو التسمين على البرسيم شتاء وعليقها جافة صيفة في هذه الحالة أنا بوفر مساحة البرسيم ممكن اوفرها لمدة ست شهور هناك كلنا موفرها لمدة ثمان شهور من ديسمبر إلى شهر مايو شهر خمسة ثم بعد ذلك تتغذى على عليقة جافة لمدة خمس شهور وبتوسط وزن هذه العجول بيكون مية وخمسين إلى مية وثمانين كيلو لكن الفترة الاولى كان معدل متوسط من مية إلى مية وخمسين كيلو يعني عجول بعد مرحلة الفطاء مباشرة لكن في المرحلة ان انا هسمن على التغذية على البرسيم شتاء وعليقة جافة صيفا فبرفع معدل النمو يعني بجيب عجول وزنها من مية وخمسين إلى مية وثمانين كيلو جرام وبخليها لحد ما تصل إلى ربعمية كيلو جرام في نهاية التسمين الربعمية كيلو جرام انا بكلمك على الابقار البلدية اللي هي موجودة عندنا لكن احنا تركنا في بداية المشوارنا مع مادة حيوانة اللحم قلنا في عندي عجول بيتصل معدل وزن إلى تمنمائة كيلو أو إلى تسعمائة كيلو جرام وفي بعض العجول بيتصل إلى معدل حوالي طن ومثل وخمسين كيلو جرام اذا كل حيوان له كفاءة انتاجية في عملية التسمين انا هسمن عندي حيوانة لحم عندي موجودة مصرية يبقى انا بجيب هذا الحيوان وبخليه لحد وزن ربعمية وخمسين كيلو او خمسمائة كيلو وبتخلص من هذا الحيوان قبل مصل إلى مرحلة الشيخوخة اللي هي بيكون فيها تمام برفع عليك ان بيكون فيها معدل الهدم الأعلى من معدل البناء عشان كده بقدر بقولك اننا لازم اشوف الاختيارات الصحيحة لحيوانة التسمين قبل ما دخله واشوف اننا معادل مواسم بالنسبة لحيوانات التسمين عشان اقدر انجح في عملية التسمين بالنسبة لهذه الحيوانات بينصح في هذه الحالة اننا بغزي العجول على البرسيم مدة واحد إلى اتنين شهر على علي المركزة قبل عرضها للبيع معنى ذلك ايه الكلام ده لو اما تتركت عندي وجبت عجول في خلال فصل الشتاء وغزيت العجول خلال مرحلة البرسيم اللي هي 8 شهور او 6 شهور او 7 شهور حسب الامكانات المادية للمربي ولو خرجت هذه العجول بعد مرحلة التسمين على البرسيم فقط يعني لو غزيت على البرسيم فقط العجول بتعطي في هذه الحالة اسفراء للدهن لانها متغزية على البرسيم والبرسيم زي ما تقوله احنا عارفين فيه نسبة عالية من الكاروتين فنسبة الكاروتين اللي هي موجودة في الدهن بيكون لونها اصفر طيب انا عايز احسن من هذه النسبة او عايز احسن من خواص الزبيحة فبغزي العجول بعد مرحلة التسمين اللي هي 8 شهور او 6 شهور على عليقة جافة مدة شهر او شهرين عشان اقدر احسن من خواص الزبيحة اللي هي موجودة عندي لان العجول المسممة على العلف الاخضر بتعطي اصفرار في نسبة الدهن في اللحوم اللي هي المنتجة ليه لان لو جالك سؤال علل نظرا لتراكم الكاروتين في هذا الدهن والدهن ده جانات منين ناتج من المهوال الموجود في داخل البرسيم او موجود في الدرة الصفرة اللي هي موجودة بقدر اغزي بيها على العجول خلال مرحلة التسمين يبقى انا ما جسم من هذه العجول اللي هي مدة 8 شهور على البرسيم فقط لازم اهو اهي مدة شهر او شهرين وغزيها على علاق يعني اغير نوعات العليقة عشان احسن من خواص الزبيحة عشان احسن من نسبة الدهن اللي هي موجودة عشان احسن من لون الدهن اللي هو الاصفر اللي هو موجود بخلاف الحيوانات الكبيرة اللي انا بلاحظها انها نسبة الدهن فيها بتكون مرتفعة اللي هي الحيوانات اللي هي انهت حياتها الانتاجية بتختلف عن حيوان التسمين الحيوانات اللي هي انهت حياتها الانتاجية بلاحظها من موسم الولادة شطة بعد 8 او 9 شهور او 10 شهور الحيوانات دي بدخلها لمرحلة التسمين مقدر شهر او شهرين عشان ايه عشان احسن من شكل هذا الحيوان او من خواص الزبيحة لهذا الحيوان لكن هذه الحيوانات بتكون فيها نسبة عالية من الده فبالتالي لازم أحس من شكل الزبيحة قبل عملية الزبح بالنسبة لهذا الحيوان التسمين على علاقة جافة فقط أن أنا بعطي في حالة التسمين لمدة 6 شهور بجيب عجول وزنها 200 كيلو جرام أول شهرين بعطي العجل 4 كيلو جرام علف مركز زائد 2 كيلو جرام أش إحنا قلت هنا 200 كيلو وبقول 4 كيلو جرام مثلا أش أو 4 كيلو جرام علف أما ما بقوله بقول ود بدي 1% من وزن هذا الحيوان عليقة مالقة إحنا قلنا الكرام ده في الحلقة الماضية هنا عندي وزن 200 كيلو يبقى هنا 2 كيلو أش يعني معنا ذلك 1% عليقة حافظة فبدي الأش كعليقة حافظة لكن بالنسبة لعالية التسمين بدي حوالي من 1 إلى 2 كيلو اللي هي العالية الإنتاجية عشان كده بقول عندي 200 كيلو جرام من العلف عجل وزن 200 كيلو جرام علف بدي له 4 كيلو جرام علف من العلف اللي هو موجود عندي يعني بدي له 2% من معدل الوزن الشهرين التاليين اللي في الفترة التسمين همه حوالي 6 شهور الشهرين التاليين بعت العجل 5 كيلو جرام علف مركز 3 كيلو جرام أش يومي طبعا ما رفعت كمية العلف بخليها 5 كيلو جرام ليه؟ تمام برافو لما عندي معدل الوزن اللي هو موجود اللي احنا اتدركنا ليه في بداية الحلقة وبقول لك أنا بوزن عشان أشوف معدل استجابة هذا الحيوان للعلف أو معدل استجابة هذا الحيوان للعليقة لو الحيوان مرتفع في نسبة الاستجابة ومعدل النمو بيزيد فبالتالي برفع كمية الغزة لهذا الحيوان بس برفعها بمعدل ثابت زي ما بقول لك 2% أو 1% الشهرين التاليين اللي هو بعد الـ 4 شهور الأوليين بدي شهرين كمان تاني بدي 6 كيلو جرام علف مركز زائد 4 كيلو جرام أش يوميا يبقى بالتالي أن معدل الزيادة أو معدل وزن لهذه العجول بدأ يزيد إلى أن يصل إلى مرحلة التسمين اللي هي مرحلة 6 شهور طيب في حالة أننا هسمن لمدة 5 شهور وليه 1 قال 6 شهور 1 قال 5 شهور 1 قال لمدة شهرين دي بتتوافق مع القدرة المالية بالنسبة لهذا المربي لو هيسمنها على 6 شهور هيجيب عجول وزنها أولاي لو هيسمن مدة تسمين 5 شهور هيجيب وزنها أكبر شوية لو هيسمن مدة شهرين هيجيب وزنها أكبر شوية عشان يصرع في نهاية التسمين وفي نفس الوقت يؤثر مدة التسمين بالنسبة للمربي ففي مرحلة التسمين لمدة 5 شهور بعطي العجول طبعا العجول وزنها 225 كيلو أو 250 كيلو الشهر الأول بعطي العجل 4 كيلو جرام علف زائد 2 كيلو جرام أش يوميا بعطي العجل في الشهرين التاليين 5 كيلو جرام علف زائد 3 كيلو جرام أش يوميا في الشهرين التاليين اللي هو في نهاية الخامس شهور بعطي العجل 6 كيلو جرام علف مركز زائد 4 كيلو جرام أش يوميا لكن أنا هنا عندي أنا بقول التغذية خصوصا في العلائق اللي هي المالئة التغذية حتى الشبع لازم الحيوان يشبع ميكانيكيا عشان يقدر يزود معدل الهضم اللي هو موجود ومعدل الحرق بالنسبة للأغذية اللي هي موجودة وفي نفس الوقت يقدر يرفع الكفاءة الانتاجية لهذا الحيوان لأننا عندي نوع من العلائق عندي عليقة حافظة وبأكد عليها باستمرار العليقة الحافظة هي كمية العليقة التي تعطي لهذا الحيوان بغرض حفظ الحياة أش الأرز مخلفات المحاصيل بقايا المحاصيل بصفة عامة سواء كانت محاصيل شتوية محاصيل صيفية كل دي عبارة عن علائق مالئة سواء كان علائق مالئة شتوية زي البرسيم الأخضر أو علائق مالئة صيفية زي البرسيم الحجازي إنه بيمتد تولي السنة أو زي الدراو دي كلها علائق بعطيها بنسبة معينة عشان أقدر أغطي تكلفة هذا الحيوان وفي نفس الوقت بديله عليها إنتاجية عشان أقدر أرفع معدل البناء لهذا الحيوان إذن كده في خلال هذه الحلقة قدرنا أن نحن نلقص هذه الحلقة من خلال تكلمنا على النمو واتكلمنا على التسمين وعرفنا الفرق بين النمو والتسمين النمو هو عبارة عن الزيادة النسبية في وزن العضلات والهيكل العظمي نتيجة لزيادة عدد الخلائل هي موجودة سواء كان في مرحلة ما قبل الولادة اللي هي المرحلة الجنينية ثم المرحلة اللي هي ما بعد الولادة من خلال أربع مراحل وبذكرك بها باستمرار مرحلة الزيادة الأسية مرحلة الزيادة المتناقصة مرحلة الزيادة اللي هي السابطة اللي هي مرحلة السبات ثم مرحلة الشيخوخة اللي بيصبح معدل الهدم أعلى من معدل البناء أعزائي وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة نتمنى لكم دوام التقدم والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته